لا توجد حياة لا تشبه فترات من الملل قد تطول أو تقصر ولا توجد رواية لا تتخللها فقرات تبهت على الشعور بالملل وتتطلب الصبر على القراءة ولا حديث تشبه لحظات من الملل وكل هذه الحالات تتطلب الصبر والإصغاء لا يمكننا أن نتمر أو نتعلم أو نكتسب مهارة من المهارات ما لم نكن قادرين على تحمل لحظات النفور التي ستنتابنا بين الفينة والأخرى مهما فعلنا فلن تخل أوقاتنا من نوباث الضيق والضجر والملل أن نفعل الشيء نفسه على الدوام فهذا مدعاة للملل وأن لا نفعل أي شيء فهذا أكثر مدعاة للملل وأن لا نفعل إلا الأشياء التي قررناها أو المتوقع منا سلفا ومسبقا فهذا ينتهي لمحالة إلى الوقوع في برات الملل قد نحلم بوظيفة مريحة لكن ما إن نحصل عليها حتى يتحول الطرف الراحة إلى إحساس بالرتابة قد نحلم بالزواج ممن نحب لكن حرارة هذا الحب لا يمكن أن تستمر على وثيرة متصاعدة وبعد الزواج وبعد مرور فترة من تقاسم السقف نفسه والفراش نفسه ستختلط أحاسيس الألفة بمشاعر الضجر قد نتوهم أن تغيير الوظيفة أو تغيير الزواج أو الزوجة سينهي المشكلة لكننا ما إنفعنا حتى نعود إلى لحظة التأفف مجددا فيما يشبه العودة الأبدي ذلك أن الملل ملازم لذورني الزمن على أي شيء فيه تكرار حتى وإن لم يكن الزمن دائريا في الأساس ويعود بنا إلى نقطة الانطلاق دائما لكن ما أدرانا حسنا كل ما نعرفه أن الملل داء مزمن وملازم للوضع البشري إذا تفق ما الملل في حياة الإنسان فقد يؤدي إلى السؤم من الحياة نفسها ونحن لا نغير أمورا كثيرة في حياتنا إلا لأننا نحتاج إلى التجديد في الحياة وهذا ما يطرد الملل